طب صفات أخرى للإنسان المستقيم ممكن تكون صفات وين الإنسان المستقيم نمرت واحد بيحب ربنا فأنا بحب ربنا هو ربنا يحب الاستقامة هعمل اللي هو يرديه فيبقى هو بيرد ربنا وبيحب ربنا إيه اللي يرديك يا رب؟ إنها مشي حدل فغلصها مشي كويس قيله عن أن يبقى أنه إنسان كامل يحيد عن الشر ويصنع الخير فده كان مستقيم في حياته كتير من القدسين حياتهم متبروزة جوا الاستقامة وربنا فرحان بيهم وبيختار أحيانا الناس عشان حياتهم مستقيمة وإن كان فيه شخص وهو ماشي حوت سن أو كده يروح رده تاني للاستقامة فأيقول كده عصاكة وعكازكة هما يعزلين الرعا يكون ماشي مع القطيع بتاعه وخروفه شت شوية برة فيخبط عليه ويرجعه تاني فهو ربنا بيعمل كده يشوف أولاده وماشيين في حيات الاستقامة فرحان بيهم لو حودنا يمينوش ما ليه فكرنا إذا أحد أصر على عدم الاستقامة هو حر لكن الإنسان المستقيم بيحب ربنا يحب يرديه يحب يحفظ وصاياه يمشي في طوعه الخط يعني أنا أقيس الاستقامة بتاعتي إزاي كل واحد أحيانا يشوف نفسه مستقيم سعير ولتظهر طرق كثيرة مستقيمة في عناي لكن عقبتها طرق الموت فأنا شايف نفسي صح وكويس وأنا ماشي صح مين قال لك أنا ماشي غلط وتختلف الشعوب وتختلف الناس وتختلف الأراء وانصدم في بعض لكن لازم يكون فيه مقياس أقيس عليه الاستقامة بتاعتي اللي هو إحنا كمسيحيين لا أدرب بنا المسترة بتاعتنا الوصية والكتاب المقدس كتاب المقدس أقيس نفسي عليه في ضوء الوصية أنا بفكر بالطريقة دي أنا ماشي صح والغلط أقيسها أدور على وصية أزبط نفسي جواها المحبة العطاء التربية كل حاجة هلاقيها جوا الكتاب المقدس لم يترك صغيرة ولا كبيرة اللي حط لها آية أو موقف أو وصية فإحنا نتعلم وانقيس نفسنا على الكتاب المقدس هو المسترة أو الخط الزيجي اللي بقيس عليه حياة المستقيمة تمام هل الاستقامة أنواع يعني فيه أكتر من نوع بالنسبة للإستقامة استقامة مسعملية استقامة روحية استقامة كذا كذا الاستقامة طبعا أشكال كتيرة هي واحدة لكن أشكالها كتيرة التسميل الجوانب الإنسان كله يعني أنا لو أنا عايزة بقى مستقيم في حياتي ماينفعش أبقى مستقيم في البيت وبرى البيت لأ ماينفعش أبقى مستقيم في الشغل وبرة الشغل لا ما هنفعش أبقى مستقيم في الكنيسة ما هنفعش أبقى مستقيم في حتة معينة والباقي لا ما هنفعش أبقى مستقيم مع أشخاص وأشخاص لا والده أنا بعمله كويس وابقى أمين معاه وضغري معاه ده بقى بعمل معاه وسوي ما هنفعش الإنسان المستقيم ده اسلوب ومنهج حياة فيبقى واخد كل الاتجاه مع الكل الاستقامة خارجة من القلب مش مرضوط فعل من الخارج بمعنى مش رد فعل يعني واحد عملني كويس عملته كويس واحد أمين معاه هي فضل لكم يعني لكن الاستقامة تبقى خارجة من القلب فأنا مستقيم في كل الأحوال علشان دي فيها نوع من القرازة يعني لما الناس بتشوفني ابن ربنا مستقيم وحلب وكويس بيغيروا ويقولوا ليه ده كده عشان هو ابن ربنا ابونا مخيل قديس المعاصر اللي احنا نفسه قبل ما ترسم كهنة على طول جيه داخل يوم الصبح الشغل بتاعه فالمدير بيقول له يا مخيل يا فندي وكان اسمه مخيل برضه قال له نعم يا فندم قال له كل حاجة فيك حلوة وإلا أنك مسيحي فقال له كل حاجة فيك حلوة عشان أنا مسيحي من غير مسيحي فالصورة فيها نوع مكرازة وإعلاء لمجد المسيح وتمجيد للمسيح ياروا أعمالكم محسنة أم مجد فالاستقامة دي فكر منهك حياة خارجة من القلب مش رد فعلا على أي موقف هلينة